التأهيل العلمي والتهيئة النفسية أتت كله للأطفال المصابين بمتلازمة دونة في البصرة إذ جسد هؤلاء أروع الصور الفنية بمعرض جمع إبداعهم التفاصيل مع مراسلنا في المدينة إيهاب المالكي تنوعت بين الفنية والتقنية واليدوية أعمال المصابين بمتلازمة دونة في البصرة هنا فبعد تدريبهم ودمجهم بالمجتمع أصبحوا ينتجون ويتفننون برسم اللوحات والابتكارات الألكترونية محتويات المعرض عبارة عن لوحات من الرزن ولوحات من الزجاج كذلك الديكورات الحديثة اللي هي البورق والشم كل هاي الأعمال حتى راح تلاحظون باللوحات اللوحات قياساتها مختلفة لأن هاي الأخشاب ما لا تشتغلوها بالطابق الثالث بالطابق الثالث يكون معمل كامل خاصة طلاب الصم والبكم يساعدون الأطارات كاملة بعدين طلاب الداون أو الطلاب الصم والبكم يساعدون ستراشة مدربة العمال الأدوية ويطلعون كل هاي النتاجات أكاديمية المحاربين التي تضم أكثر من 200 من المصابين بمتلازمة دون والصم والبكم تقول مديرتها إنها تعمل على التهيئة النفسية لهؤلاء وتدريبهم بصورة مكثفة بعدها يتم زجهم بمصانع صغيرة خاصة بهم من أجل إبراز مهاراتهم الإعاقة اليوم بوجهة نظري هي ليست وسيلة الاستعطاف فلابد من تعليم هذا الطفل كيف يستفيد من هذه الإعاقة وكيف يتعامل مع الحياة بغض النظر عن أي إعاقة يمتلكه هذا الطفل لهذا السبب جيل كبير من الأكاديمية تخرج في العام الماضي فكانت تساؤل وين رح يروح هذا الجيل إعادة الأطفال إلى الشارع مرة ثانية معناها نكبة في حالاتهم النفسية تعرضهم للتنمر أو للاعتداء في الشارع بعد كل اللي عاشوا بداخل الأكاديمية جدا خطر على حالاتهم النفسية فكانت الفكرة هي فتح مصانع للأطفال وتوظيف بعض الأطفال المتخرجين داخل هذه المصانع أطلقنا اليوم المتحف وعبارة عن نتاجات أكثر من ستمائة قطعة من مصانع الأطفال ما بين أنه هي الخشب واللكترونيات الكترونيات أنا أتحدث اليوم عن صناعة أجهزة مساندة لذوي الإعاقة وليست أجهزة عادية بعد مدة من التدريب والتطوير بات لهؤلاء الأطفال أكبر معرض ثني في البصرة هنا حتى اللوحات التي خطتها أناملهم يصل مزادها إلى أسعار عالية مقارنة باللوحات الاعتيادية جميع المعرضات هنا من نتاجات 200 طالب مصابين بمتلازم الدون الأعمال التي تنوعت بين الفنية والألكترونية وحتى اليدوية إيها بالمالك الرابعة مدينة البصرة